سمح الخير او مسئل الخير حسب الوقت اللي هتشوفني فيه يا بورك الكوس مهم نبدأ مع مورك الكوس الطاقة العامة محكم قوي عقلك دلوقتي في مقابل ما هو فيه مشاعر انا حسن الصورة تقريبا هو انت اللي كنت تتديله المشاعر وبدأ هو اللي كان بيستاهبل بقى واستعبط عليك وهو تقريبا كده عرض جديد فعلا او يعني بيعرض عليك مصالحة من الاخر تعال نقل بالصفحة بقى ونبدأ حاجة جديدة ولكن انت متخوف جدا لان كان فيه خدة امل طب هو شايفك ازاي هو هو تقريبا شايفك زي ما انت انت نفسك كان عامل كده هو شايفك انسان بطيق و هو انسان زي ما بيقوله كده هو برضو ده انسان شاعر بخدة امل برضو يعني ده شخص يعني زرح دات كتير جدا ولكن لم يجني الا ثمر واحدة بص كان ثمر على العشب ده او المكان ده ولكن مفيش غير حاجة واحدة فمنتظر الباقي بقى ده لما يجي ينزل فهو شايفك ان انت معلق مع الموضوع بطريقة بطيقة جدا و ان انت منتظر وتقول ان انت ساكت هادي ما تعملش حاجة انا بيجي يقولك مثلا يبعث لك مسج يقولك ازاي كعمل ايه وحش تاني مثلا فانت تعمل جسين و ما تردش يقولك طب ما تيجي نرجع تقوله لأ مثلا او تقوله لأ بس مش بطريقة مباشرة ما هو شايفك ان انت بطيق في اتخاذ قراراتك جدا و لما حد بيقدم لك حاجة بتوعب تفتكر القديم بقى يعني الوقت بتعيش في الكوكب الزكريات كده ان انت فعلا حقيقا فعلا انت مشاعرك حاليا كل ما تيجي تحاول تفكر ان انت تبدأ مع صفحة جديدة تفتكر ألم الماضي و ألم الرحيل و قد ايه الايام الصعبة لانت عشتها لوحدك من غيره فانت تعبان وهو شايفك بطيق و شخص عنده خيبة امل لاخر كده و ايه تاني برضو اعتقد تعمل مع حد برج حمل او ترابي عقرة مائي يعني ابراج لطيفة هنا خالص اتنين تاني حمل برضو تاني اه و ابراج لطيفة طيب انت شايفه ازاي بس بقى انت شايفه حاجة غريبة جدا انت شايفه ان يكون شخص عصبي زيادة عن اللزوم عصبي بياخد الامور اللي هو مسلا بتقوله حاجة يوم اخد الامور على صدر و كده اه انت شايفه ان هو شخص بيتسرع جدا متسرع و انت برضو ما زلت بتحبه على فكرة بس قلبك مجروح منه يعني انت شايفه ان هو شخص عصبي و بياخد الامور على اصابه قوي 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 و ممكن يكون مسلا موضوع تافه يروح هب يولع فيه بقى و دقيته ولع نار يعني احنا حاطين بنزين في مكان قد كده ان هو عتكابل ببنزين كله و مولع فيها نار و الموضوع يخلص ممكن يكون بتتعامل مع برج الاسد برج الاسد كده برضو ولكن انت مجروح منه قوي 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 جرحك قوي اطعر من تلس سيوف في قلبك من الاخر و ايه تاني ولكن و برغم ذلك انت مازلت شايفه الشخص الحنين ممكن زي ما قلت بدك يكون عصبي لانه بص يعني بص ده الامبراطورة و ده الامبراطورة ممكن يكون عصبي ولكن حنين يعني مع انه عصبي و بياخد الامور على صدره قوي 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 و بيحب يتحكم و متعصد برأيه يعني من بتكون بتتنقش معاه و بتقوله طب فيها ايه لما نعمل لا انا اوه ده و بقولك ايه خلصت موضوع ايفل خلصت ايفل سكا في وشك او في وشك عموما في بنات كده في بنات عصبية او انت ولد فيه طبعا رجانة طبعا كلهم صديم ولكن حنين و قلبه طيب و جميل اوي من جوا يعني هو من جوا فعلا كده هو فعلا من جوا كده على فكرة هو اجيم شعره حقيقه هو فعلا طيب و حنين و على فكرة ممكن يكون مثلا متعصب يعمل بلوك و يكلمتوش تاني او ما كلمتوش تاني ولكن ايه من جوا فعلا طيبه اوي 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 و جميلة و جميلة عموما يعني و انت ما زلت شايفه النجمة انت ما زلت شايفه النجمة و البركوس ما زال هو عليك حلم هو كان نجمة السماء و حلم بالنسبالك و ان العلاقة دي كانت علاقة قدريه و جميله اوي والحظ هو اللي بعتها لك الحظ هو اللي بعتها لك على فكرة ممكن تكون كنفسك يرجع برضو وهو ملسا نرجعش فانت نفسك ان هو يرجع مرة تانية وان الحظ بقى يرني في طريقك تاني ان ده برضو العدالة انت نفسك في تحقيق العدالة ممكن يكون نفسك ان يرجع مرة تانية ولكن انت شايف ان هو عصبي انت بتشوف ان هو عصبي وجرح قلبك ومن الاخر انتوا جرحتوا ببعض حاجة من الحاجتين هي طيب انتوا غراب قوي انتوا في ايه العلاقة دي ايه تقريبا كده صوت فاهم مولعته ببعض حاجة زي كده طب ايه الخطوة اللي هو ناوي ياخدها لما اقولي الخطوة اللي ناوي ياخدها يا جماعة يبقى مش معناه ان هو ممكن ياخدها واحد زي كده يقولي ده مجعش معانه كان ناوي يرجع هو بيئه الدينية انا مستقبل احنا ما نشوفوش لان المستقبل ده بتغير فيد ربنا ولكن دينية نيته ايه بقى نيته ياخد قرار صارم بشأن العلاقة دي ما نعرفش بقى ايه القرار ده هل ممكن يكون قرار ان هو يرجع فعلا ويقدم العرض ده اللي هو انت بتاعتي خلصت خلاص مهما تعملي بقى وطليبة تخاني اوان عصبي وشباب اغلب النساء العصبية دي بطيبقى طايفين وبرجي حمل ناري وعصبي على فكرة هو متقلم قوي مش زار متقلم قوي قوي انا مش ايه كلام ومتقلم بيحاول ان هو يخبي الالم ده بشتى الطرق هو الزار ان هو برج الحمل او برج ناري عموما بيحاول ان هو يخبي الالم ده وما يزهروش خالص لا ليك ولا الغيرة ويفضل دايما عامل الوش ده وش انا مامية مش حاجة حصلت ولا علاقة ما مشيتش واحد جدا ولكن هو الان في عزلة وعزلة داخليا مش خارجيا ممكن يكون تشتغل وممكن يكون ظاهر ده في الوش ولكن هو في عزلة داخليا بيحاول يبحث عن نخرج للالم والجرح ده وهو عايز ياخد قرار في شأن الان القديم انه يبدأ بداية جديدة والظاهر انه فعلا عايز يبدأ بداية جديدة لانه هو مقدملكه عرض اهم او عموما في عرض جديد هاي كان ففي بداية جديدة هو ناوي عايز يبدأ بداية جديدة بس هو بيخلص الالم العشر سيوف دول في عشر سيوف مطعمين في ظاهر نبقلكم انه خبطتوا ببعض وهو غامض اول ايام دي وداخل في عزلة جوا نفسه وكده عمالي حاسب نفسه يقولي انا عملت ايه ومعملتش ايه وكان لازم ان احنا نتكلم ومشاكل كل ده ولكن هو شايفك ان انت بطيء ممكن يكون خايف يجي يكلمك عشان عارف ان انت بطيء وشخص دايما عارف ممكن يكون شايفك يا مرب القوس بتحب غيش في دور الضحية انا عارف انه مرب القوس مش كده بس ممكن تكون انت من القدر اللي حصل لك انت خايف منه خايف منه انت كمان عايز تاخد ايه انت تطور انت عايز انت كمان شكلك عايز بطيء كتيدة تطمح الى البداية جديدة انت كمان عايز ايه امش وقولك تطمح الى البداية جديدة على فكرة انت انت عايز ويرجع يا برج القوس بس بس اللي اتنين دولوا وقفين اه بتحركوش ده واقف مستني حاجة وده واقف مابتحركش انت نحسسه ان انت بطيء انت بطيء قوي يا برج القوس انت شكلك خايف منه انت ايوه انت خايف منه يا برج القوس انت خايف ترجع انت خايف ترجع خايف ترجع اللي علاقة دي تاني وحاسس ان ايه دايرة بتلف وترجع تاني حاسس ان انت تقريبا انتو بتروحوا وتردعوا بتروحوا وترجع كل ما تدخلوا في الالاقنام تاني وتديلوا فرصة تانية بيعمل نفس اللي حصل زماني فترجع تتخنقوا تاني فانت بعبت واستكفيت وكل ما تدي ما بتاخدش حاجة غدا تدي اتمام تدي حب تدي حناية تدي اي حاجة في الاخر هب اخلم يمشي فانت تعبت قوي وعايز العدالة بقى هترجع تديني المشاعر الحقيقي انت طالب منه العدالة انت مقف مشاعرك وبتقوله لو جد تاني تديني بقى الليلية والعلاقة لو سمحت تديني الليلية والعلاقة لو سبحت انا ديتك حب تديني حب فانت خايف خايف من خايف تروح له على فكرة انت نفسك ان انت تقدم له عرض او مش تقدم له انت من جواك عايز بداية معاية تاني وعايز تواصل ولكن انت وقف 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 حرفيا انتو اللي اتنين وقفين وقفينه صوت بعض وقفينه صوت بعض هو مديك الوش ده وانت مديله برج مفاكر انت عايز العلاقة دي تتطربق كده فوق على دماغها وتعمل علاقة جديدة معاية نفس الشخص بس علاقة نظيفة حلوة فيها اهتمام فيها خضوهات خضوهات انها علاقة تعبتك نفسيا جدا الظاهر يعني وده اللي هيبان من انتو اللي اتنين شايفين العلاقة ازاي هو شايف ان العلاقة فيها مش بقولوك انتو بتروحو وترجعوه مع بعضه ونفس المعول بتاع التاني عوجة دي القطع اننا تبقل اتنتهي كل blowing Congratulations فيها حاجة انتو تقريبا مش شاهد بعض او انت هو امون انقوم بتعرضعو tremendously من اوقع غير مосьبين ا Vikt doseعو بعثي بحساسيه انت لقه كدا يوجد ان العلاقة فيهاۧ خسارة دمدى أوي وان كل ميه جي يبتد الحرب معاية معلا Macedonica الحب ده زي الحرب جم毛 زي الحرب بالزبط ينفوز احنا الاتنين ينقصر احنا الاتنين يا حد يكفر التاني فكل ما يجي يبتدي معاك علاقة حد فيكو يخدع التاني ومشي حد فيكو يضحك على التاني ومشي هو شايف كده شايف ان في خداع في حد بيدحك على حد ممكن يكون هو اللي بيدحك عليك على فكرة بس هو شايف ان العلاقة مش مدوزنة فيها حاجة غلطة ربني يقولك انا حازز ان في حاجة غلطة في العلاقة دي اهل كده وانت كمان شايفها علاقة مليلة صعبات انت حازز ان هم مش شبهك على فكرة يعني ممكن تقولون في حب وفيه بيدحك بس انت حازز ان في حاجة غلط بس انت حازز ان في حاجة غلط بس يقولكو في حاجة غلط اذا كل ما يبتدي العلاقة ترجع تاني فيها مخاوف فيها صعبات فيها ارق عارف ان لما يكون الواحد لما بيحب بيعرف ينام انا ما معافش هنام مش مش من حب لا ما معافش هنام التفكير فين خايف انت خايف انت خايف منه خايف تديره فرصة تالية لانه ضعبك اوي ظهر ان هو كان شخص يتلاعب بك او بالمشاعرك لان فيها الزيمة هنا وانت سيبته على فكرة انت ظهر انت اللي سيبت له لانت قايبور بالكوس ورميت له الجمل بمحامل قولت له يلا عم سلام عليكم بقى من هذا مش عاوز اعرفها كتاعمل يلا عم بقى بالقراف وسيبت له كل حاجة بص هو مسك السيوف وانت مشيت فهو شايف انت بالضبط حرفيا كده انت سبت العلاقة ومشيت وسيبت له بقى الهلمة اللي هو قاد فيها دي ممكن يكون شخص عارف انت اللي هو شخص اللي بحب لامة الناس حواليه لامة كدابة بتاع بنات قوي فانت سبت له بقى الليلة دي كلها وتلغص لبناتك بص على طاطق بهو غنورك ووقض على جنب يا عم وغطلك رغفين عايش وغمس فيهم بقى يلا يا عم من هنا بلعو جاعة دماغ بس ومشيت فانت فعلا انت عظيمة الهلاقة فعلا متعبة وانت حاسس انها فعلا فعلا لانه غموط مش كد يعني ده اللي جواك انت متقدم لك عرض ولكن هي ملقينة غموط وانت نفسك في بداية جديدة وانت نفسك في بداية جديدة ممكن تكون بعيدة عنها الله اعلم برضي لان انت مشعرك حاليا محكمة على العقل جدا وزي ما تكون انت اخترت انك تبعد وانت متأكد ان ده قرار الصح بالزبط كده من جواك انت صحيح ممكن تكون تعبان استعبان من اثر العلاقة ولكن انت مختار القرار الصح وهو ان انا همشي لان الشخص ده ما ينفعيش هو شكله شخص مش كذاب ولكن شخص وصل في نفسه زي ده على العزوم ولكن هو في مشاعر يعني فين كابتك تعمل حلاقة غريبة جدا غريبة جدا غريبة جدا قص بقى النصيحة ايه النصيحة ان انت تدافع عن نفسك ونصيحة بتقولك حاجة غريبة جدا لو انت شايف ان العلاقة دي ما تفعلكش اه صدور الباب يبور بالكوس اول مرة هقوم نصيحة غريبة اه ظهر ان فعلا الشخص ده مش شبهك او الشخص ده اه مش شبه تفكيدك الشخص ده تعال راح فتنين شورت لك الشخص ده مش شبهك اه بيقولك اه انه صحيحة بتقولك لو انت مش عايز الشخص تقولك يعني الحرية اه بس كده ابعد يبور بالكوس واقفل الباب في وشه ومشي من العلاقة دي وابتدي بقى ركز في حياتك واقفل الشبطر ده كله وانطلق لقدام واحتفل بانجازاتك لان الشخص ده مش شبهك ان شخص جميل جدا 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 برب القوس وشخص مليان مليان حاجات حلوة وعندك حاجات حلوة في حياتك كتير قوي بس انت مش شايفها على فكرة والنصيحة بتقولك زي ما انت شايف في الصورة كده عرقله الطريق ان يدخلك من البقاء الشخص ده الظاهر كده ان هو شخص ما بيحبش يخسر على فكرة وممكن يكون راجع بس عشان يحس من جونه انتصر عليك فقط لغيته لان انت شايف ان هو عصبي ومش شبهك هو مش شبهك فيه اختلفاتنا بيه جميل قوي قوي يعني ولكن هو فيه مشاعر مشاعر عادية يعني مش حاجة ولكن في حيبك برده عشان ما نكتبش ومشارفك ان انت بطيء وان انت عندك كيبتك شكرا